السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم معكم المهندس محمد رفعت هنتكلم نهاردة ان شاء الله في شابتر جديد من مادة الهيت ترانسفير في الجزء الخاص بالبويلنج هيت ترانسفير هنبدأ كده بانتروداكشن ونعرف يعني ايه البويلنج هيت ترانسفير زي بيتم انتقال الحرارة عن طريق البويلنج عن طريق الغليان او عن طريق بما نسميه في التبخر بويلنج هيت ترانسفير وعبارة عن اسفيز تشينج بروسس او كارز اد زا صولت لكويد انترفيس وانا لكويد از بروت انتو كونتاكت وزا سيرفس منتيند اد اتمبريتشر نرمز لها بالرمز يعني درجة حرارة السطح سوفيشنتلي اباف زا ساتيوريشن تمبريتشر بنرمز لها دايما بالتي ساتيوريت معنى الكلام ده انتقال الحرارة بويلنج هيت ترانسفير بيتم عن طريق ان الليكويد الماء الموجود عندي لازم يتلامى السطح يكون درجة حرارته اعلى من درجة حرارة الساتيوريشن تمبريتشر هنيجي هنا ونعمل نوت بسيطة نقول ان البويلنج البويلنج اول حاجة عندي اول نوت عندي الماء الماء الموجود يتحول من الحالة السائلة الى الحالة الغازية لازم يكون السطح الموجود عندي درجة حرارته اعلى من الساتيوريشن تمبريتشر ثالث حاجة بيقول الهيت فلاكس اللي هي بنرمز لها بالكيو اعتمد على الفرق او الفرق فيه درجات الحرارة تمبريتشر ديفورنس بتوين سيرفس الساطح عند الساتوريشن تمبريتشر بتاعت الماء الموجود عنده اهم القانون عندي بيتكلم عن بيقول ان الكيو كابتة العالة الاريا وحدة المساحات بتساوي الكيو اللي هي عبارة عن الهيت فلاكس مضروبة في اله في الدلتا تي الدلتا تي اللي هي تمبريتشر ديفورنس بيطوين ما باين نتبا تمبريتشر بتاعت السيرفس درجة حرارة السيرفس ماينوس درجة حرارة الليكويد الفلايو تمبريتشر والهيتش طبعا احنا عارفين اللي هي ترانسيفير كوفيشنت ودي بتساوي الواط على متر كيلفين وحيصة انها هنعرب التيفليوت زي ما قلنا التيفليوت عبارة عن التيفليوت تمبريتشر بويلينج عند درجة حرارة الغلان اللي هي بتساوي دايما تمبريتشر وزي ما قلنا احنا في النوتس فوق موجودة عندي قلنا ان لازم يكون السيرفيس تمبريتشر أباف ساتوريشن معنى الكلام ده ان تي اس درجة حرارة السطح دايما بتكون عندي اكبر من التيفليوت درجة حرارة الماء اللي هي بتساوي دايما الساتوريشن تمبريتشر في حاجة عندي اسمها الاكسيس تمبريتشر دي بتستخدم في دراسة البيولينج هي التنسفير الدلتا تي دايما بتساوي التي وول ناقص التي ساتوريشن التي وول هي عبارة عن السيرفيس تمبريتشر ماي نص الساتوريشن تمبريتشر ده بنسميه فرق الحرارة دلتا تي هو عبارة عن الحرارة الزائدة الاكسيس تمبريتشر تنسفير في حاجة كمان لازم نتكلم عنها هي اي اوضاع واي حالات اللي بيتم فيها كل القيم دي اللي احنا هنتكلم عنها عند الماء بيغلي دايما عند درجة حرارة مية في الحالات العادية اما لو في حالة يعني لو كان في عند تفريغ لهوا فدايما الماء بتغلى عند درجة حرارة اقال ممكن تغلى عندي ستين عند سبعين حسب درجة او حسب درجة الموجود عندي ممكن الماء تغلى عند اقل من درجة درجة عند درجة اقل من مية سلسسس اول حالة عندي دي دايما بيكون الـ Exist Temperature أو Delta T أقل من 5 أقل من 5 أما في الحالة التانية في حالة الـ Nucleot Boiling دائما الـ Exist Temperature Delta T اللي هي عبارة زي ما قلنا عن اسمها Surface Temperature minus Saturation Temperature هي الـ Delta T دي اللي احنا متكلم عنها في حالة الـ Nucleot Boiling دائما الـ Delta T أقل من 50 قيمة بتاعتها وأكبر من 5 ثالث حالة في حالة الـ Unstable اللي بتبقى نقلت الـ Delta T تايما أقل من 200 دارجة حرارة مقوية وأكبر من 50 دارجة حرارة مقوية رابح حالة عندي الـ Stable Film Boiling الـ Delta T أكبر من 200 سلسس أكبر من 200 سلسس هنقول الأول احنا تكلمنا وبدأنا في وقلنا بتاعت دائما بتكون دارجة حرارة السيرفيس أكبر من دارجة حرارة في حال وقلنا النوت بتاعتي وقلنا النوت بتاعتي اللي هي عبارة عن الـ Heed Phalux بيساوي الـ Heed Phalux بيساوي الـ Heed Phalux وتكلمنا أيضا عن الـ Regimes of Boiling في الأربع حالات دائما القيم دي دائما تبقى موجود عندي عند المية دائما تيغلى عندي دارجة ميت حرارة سليزيس تاني حاجة هنتكلم عنها في عندي إكويشن في الـ Boiling هي الترونسفير بنسميها الرونسو إكويشن أو بنربزها بالكوريليشنز بيقول دائما عند N الكيو الكيو كابتال على الـ Area دي طبعا الـ Heed Transifier أو الـ Red الكيو كابتال دي عبارة عن الـ Heed Transifier الـ Area اللي هي دائما المساحة اللي بيحصل فيه انتقال حرارة الكيو سمول ده عبارة عن الـ Heed Transifier بيساوي عندي قانون ده بيساوي الـ C1 في الـ Delta T على الـ HFG في الـ Brand Number الـ S N و هنعرف الرموز دي بترمز كل إيه كل واحدة هنعرفها على هيدا في الـ CSF الـ Col الـ Col الـ Col الـ Col الـ Col تكعيب فيه الميو طبعا الميو اللي زوجها في الـ HFG في الـ G مضروها في الـ Ro 1 و الـ Ro 1 و الـ Ro 1 سوف الـ 1 دي بتعبر عن خصائص الفلاوود عندي في حالة السائل أما لما بقول Ro V فدي بتعبر الـ V عندي دينوتس فيبر بوروبرتس بتعبر عن الخصائص بتاعة الـ Vapor بخار موجود عندي وهي رحيسن طبعا الـ C1 عبارة عن specific heat of liquid ودي الـ unit بتاعتها بالجول بير كيلو جرام كيلفن الدلتا تي ودايما احنا تكلمنا وقولنا ان هي عبارة عن ودي اما بسليزيس او بزود عليها 273 عشان حولها لدرجة حرارة بالكيلفن وده دايما اسمه عندي عند الـ HFG دا دايما اسمه وده دايما بالجول بير كيلو جرام عند الرمز بتاع الـ PR الرمز الرمز دا دايما بييجي اما دايما بييجي من عند الـ N وده في حالة الـ Water بيساوي واحد اما في حالة اي او اي سائل او اي ماء عندي اظهر دايما الـ N بتساوي اظهر بتساوي واحد وسبع ماشر فدي اسمها طبعا كل عندي حسب المادة بتاعته لمعامل ودايما ده انا باخده هنا ب13 من الف اما في حاجة اسمها ودي اما بالكيلو جرام بير متر ثانية او بالنيوتن مضروف في السكند على المتر سكوير قلنا دايما وان ده بيعبر عن في حالة اللي هي كثافة السهل الموجود عندي وده بالكيلو جرام بير متر كيوبك هي عبارة عن كثافة البخار اما السجما هي عبارة عن في حالة ودايما السجما اليونت بتاعتها بالنيوتن بير متر اما الجي ده هي عاجلة الجاذبية ودي هي عبارة عن اليونت بتاعتها بالمتر بير سكند سكوير ودايما بتساوي تسعة بوينت واحد تمانين من مية اما الجي نوضف هي عبارة عن وداي اليونت بتاعته كيلي جرام في المتر على وغالبا بنعوض عنها بواحد في حالة اللي هي اللي انا دايما نشغل بيها كلها ايه عبارة عن ده كان بالنسبة في حالة في حالة في حاجة كمان اخيرة هنتكلم عنها في محاضرة النهاردة حاجة اسمها البابل ستابليتي طبعا عشان الليكويد عندي يتحول من الحالة السائلة من خلال ان هو يلامس سطح معين درجة حرارته اعلى من درجة حرارة الساتيوريشن بتاعته بيبدأ الاول في تكوّم فقعات نديجة للغليان البابل ستابليتي بسميها البابل ستابليتي عبرا في قانون عندي يعبر عنها بيقول ان باي في الار سكوير ار اللي هي نصف القطر رادياس مضروبة في فرق البريشر كل الكلام يساوي اتنين باي ار مضروبة في السيرفيس تنشن مضروبة في السيرفيس تنشن سيرفيس تنشن كده بنكتبها بخط جبير سيرفيس تنشن سيرفيس تنشن تنشن سيرفيس تنشن تبسط العلاقة الموجودة في حالة المية تقول لو كان المسألة عندي الشكل في الوضع الهوريزنتل او في الوضع الوريزنتل في حالة الوضع الجدول يوضح العلاقة بين الس سيرفيس السطح الموجودة في الوضع الوريزنتل وفي الوضع الهوريزنتل الريتو في الترانسفيل هي بكلو واط دائماً اللونة بتاعتها بكلو واط بكلو واط برمتر سكوير لو قال لي كان ناتج الاسمة الريتو على الاريا اقل من 16 بستخدم القانون بتاع الاتش دائماً بيساوي الف اتنين واربعين في الاجسيسدن بريتشار كل قص الكل قص الكل قص 1 على 3 اما لو كانت الكيو على الاريا اقل من 240 وفي نفس الوقت اكبر من 16 بستخدم القانون ده 5 بين 56 في الاجسيسدن بريتشار الكل قص 5 اما لو كان السيرفيس عندي في الوضع الوريزنتل فالكيو على الاريا اقل من 3 بستخدم دائماً القانون بتاع الهي ترانسفيل كوفيشانت اللي هو الاتشنود ودايماً الوضع الونت بتاعتها بالوضع بيرمتر سكوير كلفن 537 في الاجسيسدن بريتشار ثلاثة في قانون اخير عندي هتكلم عنه هو الهي ترانسفيل كوفيشانت اد بريتشار الهي ترانسفيل كوفيشانت اد بريتشار اد بريتشار معامل انتقال الحرارة عندي الضغط معين اللي هو برمز برمز بيه الهي ترانسفيل كوفيشانت اد الاتموسفيرك بريتشار عند الضغط بتاع الضغط الجو اما البي دي عبارة عن ضغط السيستم اللي موجود عندي ضغط النظام اللي برمز لها بيه البي دي عبارة عن السيستم بريتشار البي وان دايما بتكون عندي ستاندرد اتموسفيرك بريتشار رقم ستة هنتكلم عن وبتقول ان الهي عندي اللي هي عبارة عن هترانسفيل كوفيشانت بتساوي بوينت اتنين بوينت اربعة وخمسين من مية مضروف الكل ثلاث في ال اي مضروبة في البرشار اه البرشار مقسومة على وان بوينت خمسمائة وخمسين من الف طبعا البي دي عبارة عن البرشار ولكن في الميجا بسكال يعني لو ادياني البرشار بالبار لازم احاوله ل الميجا البرد عبارة عن 10 أس 3 بسكال الواحد بار بي سوا 10 أس 3 بسكال اما في هذا القانون لازم استخدام البرشار عندي بالميجا بسكال لقيتش طبعا اليونت بتاعتها بالوقت بيرميتر سكوير كيلبن بيقول الاقوائشن دي اللي هي الاقوائشن وخمس ستة valid for يعني دايما صالحة للضغط بين ما بينها خمسة لحد مية وسبعين بار بإذن الله المحاضرة الجاية هنبدأ نحل بعض الاجزامبلز والبروبلمز على الجزائية الخاصة بالبولينج هي الترانسفير كوفيشن يارب النهاردة نكون استفادنا وشوفكم في محاضرة جديدة من هي الترانسفير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة